مرحباً، شاهدنا كيف اعتدت روسيا على الأراضي الأوكرانية محاولة احتلال أوكرانيا وجعلها دولة تابعة لها ولكن هل تعلم يا صديقي أن أوكرانيا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي كانت تملك ثلثة السلاح النووي في العالم ومجرد انتلاكها لذلك السلاح كان كافياً أن يمنع روسيا وغيرها من التفكير بالاعتداء عليها لكن أين ذهب ذلك السلاح؟ وكيف أصبحت أوكرانيا مستباحة لروسيا بهذا الشكل؟ لقد سلمت أوكرانيا السلاح لعدوتها روسيا نعم نعم، سلمت سلاحها لعدوها وهي تقاتل اليوم نفس العدو على أراضيها ستسألني لماذا سلمت السلاح؟ ببساطة صدقت أوكرانيا الوعودة الأمريكية والغربية بحمايتها في حال تعرضت لأي خطر وقبلت بتفكيك سلاحها النووي وتوقيع اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية وما الذي حصل؟ بقيت المساعدات لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي خجولة ولو استطاعت روسيا السيطرة على كيف خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من الحرب لما وصلت أي مساعدات ولواجهت أوكرانيا مصيرها وحدها ألا يذكرك هذا الحال بشيء ما هنا؟ نعم يا عزيزي ألا تذكر خطة مناطق خفض التصعيد والمصالحات والتسويات وغيرها من الكذبات التي احتال بها المحتل الروسي على فصائل الثورة فقضى عليها واحتل المناطق واحدة تلو الأخرى ألا يثبت ذلك لنا جميعا بأن من وقف وصمد بوجه الاحتلال رغم ما خسر من أرواح وعتاد كان على حق وكان قد عرف الطريق الصحيح وأعتقد أنه لم يعد بيننا من يصدق كذب الاحتلال وختاعه بعد اليوم ويجب أن نقف جميعا في وجه أي أحد يحاول الترويج لأفكار المحتلين أو المصالحة معهم فلا حلول بيننا وبينهم إلا الحديد والنار والثعلب لا يستطيع ترك الغدر والذئب لم يكن يوما صديقا للفريسة ترجمة نانسي قنقر